لَتُشْغَلَنَّ بِعِيْبِ غَيْرِكَ غَافِلًا عَنْ عِيْبِ نَفْسِكَ إِنَّهُ عَيْبَانِي ما حكم غسل فرج الطفل هل ينقض الوضوء؟ لا، يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان لشهر، وبهذا نجمع بين حديث طالق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طالق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك حديث بصرة، من مس ذكره فليتوضى، نقول إذا كان لشهوة، وجب الوضوء، وإذا كان لغير الشهوة، لم يجب، ويوحي إلى هذا التبصير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو بضعة منك فإذا مسسته كما تمس مثل بقية الأعضاء، ومعلوم أن النساء لا يمس الأعضاء غير الدكر، لا يمسها للشهوة أبداً أليس كذلك؟ طيب، نقول إذا مسسته كما تمس سائل الأعضاء بدون شهوة، فإنه لا وضوء عليك وإن مسسته بشهوة، فعليك الوضوء، لأنه ربما يخرج شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشعر نعم، الخلاصة أن مسد ذكر، ذكر الكبير والصغير لا ينقذ الوروء، إلا إذا كان لشهوة، والذي يغسل فرجة صبي، قطع ليس عنده شهوة